أنظار السياسيين الأوروبيين كانت متجهة هذا الأسبوع مع حكوماتهم سوب هولندا التي افتتحت موسم انتخابات أوروبا لهذا العام الزعيم الليبرالي الديمقراطي مارك روتي حقق فوزا وجاء حزبه في الطليعة المتطرفون ازداد عدد مقاعدهم ثلاثة أضعاف في مجلس النواب الهولندي لكنهم خسروا رهانهم بالحصول على الأكثرية ما هي العبرة التي يجب أن يستخلصها الأوروبيون من هذه الانتخابات؟ معنا في الاستوديو من بروكسل لويز هون من جامعة بروكسل الحرة وهي متخصصة بالشؤون الأوروبية لكن قبل التحدث مع ضيفتنا سننتقل مباشرة إلى لاهاي حيث مراسل يورو نيوز جيمس فريني جيمس تابعتم الانتخابات وتابعتم النتائج كما ذكرتم في المقدمة لا بد من الإشارة ديمون إلى أن شعورا عاما بالرضى موجود الآن في هولندا لأن اليمين المتطرف لم يتمكن من الحلول في المراكز الأولى انتخابيا على الرغم من أن مجموع الأصوات التي نالها حزب خب فيلدرز يزيد عن المليون صوت يجب أن لا ننسى أن هولندا هي من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي والناخبون الهولنديون يتأثرون جدا بالحملات الانتخابية الآن علينا أن ننتظر الانتخابات الفرنسية وتلك الألمانية كي نعرف ما إذا كانت خسارة خيرت فيلدرز سيكون لها أيضا مفعول الدومينو الخاسر هيرت فيلدرز لم يحصل على النتائج التي كان يتوقعها ما هو أثر ذلك على السياسة العامة في هولندا؟ اليمين المتطرف الهولندي زاد عدد نوابه لكنه قبل الانتخابات تمكن من جعل بعض السياسيين يغيرون في مواقفهم حول الهجرة والمهاجرين واللجوء والعلاقات مع تركيا لقد كان اليمين المتطرف حاضرا بقوة في الحملة الانتخابية وطبع جدول أعمالها منذ بدايتها أما بالنسبة لسؤالكم عن السياسة المستقبلية الهولندية فعلينا أن ننتظر لنعرف كيف سيكون عليه الائتلاف الحكومي معروف أن تشكيل الحكومة قد يستغرق وقتا هنا في لها يتحدثون عن ائتلاف بين اليساريين وحزب الخضر الذي يديره جيسي كلافر لكن لا شيء مؤكد حتى الآن علينا أن ننتظر شكرا جيمس مراسل يورو نيوز في لهاي نعود إلى استوديوهاتنا لنتحدث مع الخبيرة بالشؤون الأوروبية الباحثة لويز هون من جامعة بريكسل الحرة كيف تقرأ نتائج الانتخابات الهولندية في باقي دول أوروبا؟ في أوروبا ينظر إلى نتائج الانتخابات الهولندية بأنها رفض للشعبوية ورفض للتطرف إنها أيضا رسالة موجهة إلى ألمانيا وفرنسا وهي رسالة رمزية كبيرة من جهة ثانية علينا أن نتعرف على ما يريده المقترعون الهولنديون من خلال النظام الانتخابي الهولندي حيث التمثيل النسبي دقيق جدا لدرجة لا مجال فيها لأي دورة ثانية لترجيح مرشح من اثنين إذن يمكن الاستنتاج أن لا فائزة كبير في الانتخابات الهولندية في ظل قانون انتخابي كهذا لقد ذكرنا الانتخابات الألمانية والفرنسية وتلك الهولندية كانت بكورتها ما هو برأيكم تأثير هذه الانتخابات على اليمين المتطرف في ألمانيا وعلى حزب الجبهة الوطنية في فرنسا ما الذي سيفكرون به اليوم؟ نحن نعتقد فعليا أن استخلاص العبار من الانتخابات الهولندية يفيد أن الهولنديين يرفضون التطرف ولكن هذه النتائج لا تعكس كما قلنا كل نتائج المتطرفين في أوروبا نسبة لما ذكرناه من دقة نسبية في القانون الانتخابي الهولندي ربما لو كان الاقتراع منحصر بين مارك روتي وخيرتفيلدرز فقط ربما كانت النتائج مغيرة تماما نعتقد أيضا أن الانتخابات الهولندية برهنت أن أسئلة جديدة باتت في صلب الحملات الانتخابية من بينها الهجرة واللجوء وهذه الأسئلة طرحتها كل الأحزاب التقدمية وغير التقدمية الخضر أيضا في هولندا أحرز تقدما كبيرا بينما استضعف حزب العمال الذي لم يتناول إلا شؤونا قديمة التداول لاحظنا شبه غياب للأسلحة المتعلقة بالشأن الاقتصادي لهولندا هذا يعني بالإجمال أن المواضيع مركزة حول الهجرة واللجوء وأزمة اللاجئين وهي المواضيع التي ستستخدم بقوة في الحملات الانتخابية الباحثة في الشؤون الأوروبية لويز هون من جامعة بروكسل الحرة شكرا على هذا التحليل يبقى أن ننتظر الانتخابات المقبلة في كل من ألمانيا وفرنسا كنا معكم من بروكسل شكرا لانتباهكم